معرض الصحافة من قناة الشروق نيوز أهلا بكم وهذه جولة سريعة لمختلف الصحف الوطنية والعربية للإطلاع على أهم وأبرز العنوين لنهار اليوم والبداية بالصحف الوطنية وتحديدا بجريدة الشروق لنهار اليوم التي كتبت في عديد المواضيع أبرزها وعنونت جريدة شروق لنهار اليوم صدر صفحتها وكتبت هذه أدلة الجرائم الصهيونية رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العد الدولية وبوليفيا تلتحق بها عريضة من 84 صفحة لإثبات طابع الإبادة الجماعية لتصرفات الكيان الصهيوني كما عادت الجريدة أعلى صدر صفحتها إلى موضوع وطني وكتبت الإنجازات تدعو للاستمرار على النهج ومجلة الجيش تقول كل المؤشرات تثبت تطور بلادنا وبسرعة عادت جريدة الشروق أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع رياضي حيث كتبت حاليلوزيتش يقول أتوقع فوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا والخضر يواجهون البورندي لاتحاد أو تشكيلة أساسية كما كتبت في عديد المواضيع أبرزها الروبط التعليمي مستقبل واعد لتلاميذ الجزائر وبدوي مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لبنشيخ كما كتبت أسفل الصفحة الأولى نائب برلماني أو نائب برلماني تطالب بإنصاف الأساتذة المتعاقدين في سنة 2023 هامش ربح أقول محدد للمواد واسعة الاستهلاك لا يتجاوز الثمانية بالمئة وتوديع الجزائر لأزمة سوق السيارات نهائيا سنة 2024 نبقى وإياكم ضمن جريدة الشروق دائما لنهار اليوم واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كالتالي ما تحقق خلال أربع سنوات يدعو للاستمرار على نفس الناهج حسب ما جاء في مجلة الجيش أين أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن كل الإنجازات التي تجزتت إلى حد الآن سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أظهرت صوابية التواجه الذي تبناه رئيس الجمهورية نهجا إصلاحيا لبناء الجزائر الجديدة معتبر أن ما تحقق في ظرف أسبوع أو أربع سنوات أقول يبعث على أمل ويدعو للاستمرار بخطا ثابتة وواثقة على النهج ذاته بما أن كل المؤشرات والمعطيات تشير بما لا يدعو مجالا للشك أن بلادنا تتطور وبسرعة فائقة تطرق هذا المقال إلى النقاط مهمة جدا تطلعونها ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم إلى مقال آخر حيث عنوين هذا المجال بما يلي ثلاثمائة وست وعشرين مرفق عمومي للطربية والصحة والأمن خلال سنة ألفين وأربع وعشرين ووزير السكن يشدد على تدارك الضعف المسجل في بعض الولايات يقول بالعريبي لا تسامح مع من يعيق إنجاز أي مدرسة أو متوسطة أو ثانوية أكد وزير السكن والعمران محمد طارق بالعريبي أنه تم تصطير برنامج لإنجاز ثلاثمائة وست وعشرين مرفق عمومي خلال السنة الجارية تخص قطاعات الطربية والصحة والأمن أين خصص لها غلاف مالي معتبر مشددا على ضرورة تدارك الضعف المسجل في مسايرة البرنامج المسطرة أو البرامج المسطرة في بعض الولايات كما جاء في هذا المقال نقاط عديدة تطالعونها ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم إلى مقال آخر أين جاء في هذا المقال ما يليها مشور ربح المواد وسعة الاستهلاك في حدود الثمانية بالمئة مرسوم جديد يضبط أسعار 12 مادة لأول مرة لإنهاء المضاربة بشكل نهائي كما قال زيتوني تضابر جريئة اتخذها رئيس الجمهورية لحماية القدرة الشرائية ولعزيز فعيدي يقول سنة 2024 ستكون لمواصلة الإصلاح الميزانية والمال يرتقب أن تصدر في جريدة رسمية قريبا المراسم التنفيذية المسقفة لأسعار المواد واسعة الاستهلاك وتتضمن القائمة 12 مادة تشمل الخضر والفواكه واللحوم والحبوب حيث يتراوح هامش الربح من المنتج إلى المستهلك بين 4 إلى 8 بالمئة بشكل مقنن لأول مرة في هذا الشأن تطلعون عديد نقاط في هذا المقل من جريدة الشروق إلى يومية الخبر التي كتبت ما يلي قضاة محكمة لاهاي العالم سيحكم عليكم جنوب إفريقيا وبوليفيا تتحديان الكيان وتحرجان الصمت العربي عادت جريدة الخبر أعلى صدر صفحتها إلى الحادث الأخير الذي وقع بوهران وكتبت حادثة التسلل تسقط بن شيخ وتعيين علي بداوي مديرا عاما للأمن الوطني كما كتبت يومية الخبر أسفل الصفحة الأولى في عنوان رئيسي لهذه الأسباب أغلقت الجزائر حسابات القروض الأجنبية بعد استنفاذ أهدافها مع حكومات دول إفريقية وأسيوية وأمريكية لاتينية بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تطالعونها ضمن جريدة الخبر لنهار اليوم من جريدة الخبر إلى يومية المشوار السياسي وتطالعون فيها ما يلي الجزائر في الاتجاه الصحيح مجلة الجيش تشيد بإنجازات الرئيس التبون وتشدد على ما جاء في العنوان كما عادت اليومية أعلى صدر صفحتها إلى موضوع استشهاد نجل وائل الدحدوح وكتبت رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الصحفي وائل الدحدوح ويؤكد استهداف الصهاينة للإعلاميين واصمة عار على الاحتلال كما عادت اليومية أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع رياضي وكتبت الخضر في آخر امتحان قبل كأس إفريقيا أين يواجهون منتخب بورندي مساء اليوم في لومي تطالعون أسفل الصفحة الأولى في مواضع أخرى المركزية النقابية ترفع مقترحاتها لرئيس الجمهورية قاربا وكتبت لحظة الانفجار تقترب في غزة وكالة أممية تحضر من استمرار العدوان الصهيوني وتكشف الكثير من الكثير أو الكثير أقول من الأمور كما تطالعون على الهامش الأيمن عديد المواضيع المتفرقة للصحة والطربية والثقافة والمجتمع وغيرها من جديدة المشوار السياسي إلى يومية النصر وجاء فيها بالبنط العريض وائل الدحدوح يشكر الرئيس تبون وينوه بجهوده عزاءه أو رئيس الجمهورية يعزي وائل الدحدوح في وفاة النجلة الصحافي بقناة الجزيرة تطالعون على الصفحة الأولى في عنوان رئيسي ما تحقق في أربع سنوات يبعث على الأمل ويدعو للاستمرار مجلة الجيش تسجل التطور الملموس الذي تعرفه البلاد عادت جريدات النصر أسفل الصفحة الأولى وكتبت شهادات عن اللحظة الأخيرة في حياة شهداء المقصلة بقسنطينة في الذكرى السادسة والستين لإعدامهم كما كتبت في عديد المواضيع المتفرقات تطالعونها ضمن جريدة النصر لنهار اليوم من يومية النصر إلى جريدة أخبار اليوم وكتبت الجزائر تواسي غزة ورئيس الجمهورية يعزي الدحدوح في استشهاد نجله وإلى الدحدوح يشكر الرئيس تبون والشعب الجزائري ووزارة التعليم العالي تباشر التكفل بالطلبة الفلسطينيين في موضوع رئيسي كتبت الإنجازات تؤكد صواب توجه الرئيس لبناء الجزائر الجديدة حسب ما جاء في مجلة الجيش والجزائر تسعى لبناء نهضة اقتصادية حقيقية في موضوع آخر غزة النزيف لا يتوقف الجثث في كل مكان ولا مأوى ولا غذاء للأحياء ألف الجرحى مهددون بالموت كما كتبت هي الأخرى في مواضيع متفرقة تطالعونها ضمن الجريدة أو ضمن جريدة أخبار اليوم من يومية أخبار اليوم إلى جريدة المصار العربي التي جاء فيها ما يلي رئيس الجمهورية يأمر بالتكفل بالطلبة الفلسطينيين وقدم تعزيته في استشهاد الصحة في حمزة وائل الدحدوح تطالعون على صدر الصفحة الأولى في موضوع الأحوال الجوية أو أحوال التقس كتبت أمطار مرتقبة بدءا من اليوم ودرجات الحرارة فستبقى فصلي تطالعون أدق التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع ضمن جريدة المصار العربي أقول كما عادت اليومية على الصفحة الأولى إلى موضوع آخر وكتبت توقيع الجزائر والسعودية على اتفاقية الحج للموسم المقبل من جريدة المصار العربي نطالع وإياكم أبرز ما جاء في جريدة السلام النهج الإصلاحي لرئيس الجمهورية كان صائبا هذا الموضوع الذي تفاعل معه أو تفاعلت معه كل الصحف الوطنية وكانت عنوان للصحف لنهار اليوم كما كتبت الجريدة على الصفحة الأولى رئيس الجمهورية يعز في استشهاد الصحفي حمزة وإلى الدحدوح قضية تقاعد النسبي تحتاج للدراسة معمقة تطالعون أسفل الصفحة الأولى ما يلي بداوي يدعو إلى تكوين صد منيع أو سد منيع للتهديدة الأمنية و2024 ستكون سنة النجاح الاقتصادي للجزائر حسب ما قاله كمال مولادون أن ننسى مختلف المواضيع المتفرقة التي تقرأونها ضمن جريدة السلام لنهار اليوم من الصحافة الوطنية إلى الصحافة العربية وجاء في جريدة الشرق الأوسط ما يلي غزة تنتظر جلاء ملامح المرحلة التالية مقتل قيدي في حزب الله بضربة صهيونية تحقيق كويتي يتهم وزراء ومسؤولين بإهدار المال العام دون أن ننسى مختلف المواضيع الإقليمية والعربية التي جاءت كمواضيع رئيسية ضمن جريدة الشرق لنهار اليوم من جريدة الشرق الأوسط إلى يومية القدس العربي وكتبت إسرائيل توجه ضربة مؤلمة لحزب الله واحتمالات التصعيد تتزايد ثلاثة شهداء في طول كرم وجرح في مواجهة في رام الله غزة الاحتلال يفتتح المرحلة الثانية من العدوان بمجازر وحشية وعشرات الشهداء والجرح والقسام تفشل أقول عفوا محاولة تحرير إسرائيلي ضمن هذا الجريدة تطالعون عديد المواضيع في مختلف المجالات وأبرزها السياسية من جريدة القدس العربي إلى يومية الفيغارو الفرنسية التي كتبت عن مغادرة بورن لقصر الرئاسة أو الوزارة أو على رأس الوزارة بعدها تم استدعاؤها من طرف الرئيس ماكرون تطالعون عديد النقاط ضمن هذا الموضوع الذي يخص فرنسا إلى هنا نأتي وإياكم إلى خطام معرض الصحافة لنهار اليوم كانت هذه أبرز العنوين والمواضيع التي تم تداولها في مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية شكرا على كرم المتابع والإصغى في أمان الله في فقرات حماية المستهلك العادة والمعتدن ترق إلى عديد المواضيع لتهم المجتمع وتهم المواطنين الجزائريين موضوعنا لنهار اليوم هو الأسعار تحديدا عرض الأسعار ماذا يعرف المستهلك الجزائري عن حقه في التعرف على الأسعار وحاضر معنا صبيحة اليوم أحمد الزايد عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مرحبا بك شكرا لك يوسف ولكل طاقم الشرق ولكل المجاهدين الوفيين دائما وأبدا للشرق مورنينغ وقناة الشرق شكرا خلاص الناس ويلفوكم تعرفوا عليكم ناس أيضا لو يتواصلوا معكم حقاهم يستنوا في فقرات حماية المستهلك باش يستفادوا ويتفكروا بعض الثقافات المستهلك الواعي واليقد أكيد اليوم احنا بدورنا كأسر إعلامية وانتما أيضا كشريك لنا في البرنامج نحاولوا دائما نعطيه الثقافة سليمة لهذا المواطن باش يعرف حقه واللي واجب عليه أيضا يلا موضوعنا لنهار اليوم هو الأسعار واش يعرف المواطن الجزائري عن الأسعار في الجزائر تحديدا نعم بطبع الحال تحية متجددة لك يوسف ولكل المشاهدين ولكل المستهلكين الذين يتبعون في هذا الصباح الباكر للاستفادة بثقافة استهلاكية واعية ويقضة عندما نتحدث عن الأسعار يوسف نحن نتحدث عن أحد أهم العناصر في العملية التجارية الآن بالتحديد نحن اليوم نتكلم عن أعرض الأسعار كالتزام قانوني بالدرجة الأولى وأخلاقي وحضاري بالدرجة الثانية جميل ويعبر عن ثقافة التاجر قبل المستهلك لأنه هو التزامي على عاتق التاجر والعاون الاقتصادي أو المتدخر بالعملية التجارية لفائدة المستهلك عندما نتكلم على عرض الأسعار من جهة قانونية ولا من جانب قانوني نحن نتكلم على التزام أقرته القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والقوانين المتعلقة بالممارسات التجارية كالتزام إجباري وواجب على عاتق المتدخر في العملية التجارية اللي هو العاون الاقتصادي أو التاجر بمفهون العام أو بمفهون الدرج وهو بمعنى أنه واجب على التاجر الذي يقدم خدمة معينة أو سلعة معينة أي خدمة أو أي سعلة سلعة عفوا يجب عليه عرض السعر المتكون أو التعريفات المكونة لتلك الخدمة أو ذلك المنطقة جميل في هذه النقطة فقط تشفى على النقاط الأخرى باش من ضيعوش فقط نحب أن نقول للناس أنه أي تاجر وإي محل لأنه ناس في بالهم أنه هذه الأسعار مربوطة فقط بالمحلات التجارية الكبرى نعم مربوط بالمحلات التجارية الكبرى أو أنه مربوط ببعض النشاطات كما هو الحال مثلا مع الملابس مع الأحذية لكنه هو نشاط هو نشاط يعم على كل ما يتعلق بمفهوم المنتوج أو السلعة وكذلك الخدمات حتى الخدمة المقدمة من طرف بعض الأعوان الاقتصاديين والمتعامل الاقتصاديين يجب أن تكون محددة وواضحة السعر والتعريفات المرافقة لها ما فائدة أن يكون هذا الأمر واضح وظاهر للعيام كما قلت أنه التزام قانوني بمعنى أن مخالفته يترتب جزاء قانوني وهو كما هو المنصوص عليه في قانون حماية المستيك وقانون رقم 0402 المتعلق بالمماسات التجارية فهو يرتب مخالفات وجزاءات إدارية وقانونية حتى تصل إلى جزائية من خلال غرامات أو حتى إلى الحبس في بعض الأحيان توصل السجن نعم بطبيعة الحال ومن جهة أخرى هو التزام أخلاقي وحضاري من طرف العون الاقتصادي لازم أيضا نركز على أن أخلاقي وحضاري هذه النقطة مهمة جدا لأننا دائما نحاول ونسعى أن نكون مجتمع حضاري في كل شيء وليس فقط في أشياء معينة وأشياء نغض البصر عليها خاصة نحن الآن في عام 2014 نتكلم على تجسيد ما يعرف بأخلاقة العمل التجارية بمعنى الوصول إلى مستوى عالي جدا من الأخلاق وتطبيق القانون في مجال العمل التجارية أو في الممارسة التجارية الآن قلت ما هي الفائدة المترتبة على هذا الأمر هي من جانب تعكس حضارة وثقافة التاجر بمعرفته بالقوانين والابتعاد عن المخالفات المترتبة عن عدم التلزام بهذا الواجب القانوني ومن جهة ثانية تعبر عن فائدة للمستهلك من خلال معرفة الأسعار عندما نقول بالعامية يوسف نحن الكثير مننا كلنا مستهلكون بطبيعة الحال وكلنا معنيون عندما نتوجه إلى الأسواق إلى المحل التجارية نقوم بشراء بعض المواد التموينية إذا ما تكلمنا عن المحل التجارية سيو بيريت ولا غيرها عندما نقوم بشراء بعض الأمور نتوجه إلى لاكيس عندما ندفع ثمنها نتفاجأ بأسعار أو بمبالغ كبيرة هذا هو المشكل الأساسي للمواطن يعاني منه بطبيعة الحال يعني إحنا مواقفنا نشاهدها يوميا إذا لم تحصل معنا نحن شخصية عندما نقوم بشراء بعض المنتوجات وبعض السلاء عندما نتوجه إلى دفع ثمنها نتفاجأ بمبالغ كبيرة هذا الأمر من جهة عندما نتكلم بجهة بلغة المواطن البسيط تسبب إحراج لهذا المواطن لأنه قد لا يكون يملك ذلك المال الكافي لتزديد هذا الثمن ومن جهة أخرى تسبب أيضا مشاعر سيئة للتعامل التجاري ما بين المستهلك والتاجر ما تشوفش انتبلي من هذا الجانب هو تعمد لهذا الشيء من أجل بيع أو من أجل كما قلوا بالعلمة بشيحتموا للمواطن بعض الأسعار ويمرروها بطبيعة الحال يعني وهو أمر يعني كان يجب الإشارة إليه في هذه الفقرة وهو أن الكثير من أعوان التجارة قد وقفوا على مخالفات فعلية عندما يقوم بعض التجار بعدم عرض السعر من جهة أولى ويتفاجأون بأسعار مرتفعة عند دفعها في لاكيس ومن جهة أخرى بعرض سعر مخالف تماما عما هو مسجل في بعض المحل التجاري للأسف الشديد يلا باش نفتحوا المجال للناس باش يتفاعلوا معنا في هذا الفقرة ونعرف آراءهم ونعرف أيضا تجاربهم في الحياة فيما يخص الأسعار ومعرفتهم بهذا النقطة تحديدا تفعلوا معنا وتواصلوا معنا رقم الهاتف أسفل الشاشة حكولنا إلى صرات موقعكم من قبل واش كانت تصرف ديالكم باش تشوفوا وتستفادوا من التوجيه اللي رح يقدمه لكم السيد أحمد زيد وكيفاش لازم المواطن يتصرف طريقة صحيحة وحضارية تجاه بعض المتعاملين الاقتصاديين وبعض التجار ربي يهديهم يلا نرجعوا إلى موضوعنا لنهار اليوم في حالة ربما الناس يروحوا ما يلقوش السعر مكتوب واشنه هي أولى الخطوات اللي لازم يقوم بها المواطن؟ نعم كما أشرنا في البداية بأن عدم وجود السعر وعدم عرض السعر ويعتبر مخالفة لالتزام قانوني اسمه في قانون حماية المستالك الالتزام بالإعلام إعلام يتعلق الأمر بالسعر ومكونات المنتوج وخصائصه والسعر لا يقل أهمية عن مكونات وطرق حفظ المنتوج أو الخدمة باختلاف أنواعها أو تسمياتها لذلك فأن مخالفة هذا الالتزام القانوني يرتب جزاء قانوني منصوص عليه في قانون حماية المستالك وكذلك القوانون متعلقة بالممارسة التجارية يصل إلى غرامات وحتى عقوبات إدارية تتمثل بالغلق الإداري وحتى في بعض الأحيان تصل إلى عقوبات الحبس جميل الآن هذا ما تعلق بالجزاء وهو إشارة ورسالة إلى أصحاب الضمائر الحية نحن دائما نحاول أن نوجه رسالة إلى إخواننا التجار بأن هذا هو الالتزام القانوني يعب الفائدة على التاجر قبل المستهلك لأنه يعبر عن ثقافة وحضارة التاجر قبل المستهلك لأن المستهلك هو مستفيد من هذا الالتزام وليس هو من يقع على عاتقه القيام بهذا الالتزام ومن جهة ثانية هي رسالة كما قلت إلى أصحاب الضمائر الحية وهي رسالة إلى من تخول له نفسه بعدم الالتزام وعدم القيام بهذا الالتزام القانوني إلى أن هناك جزاءات قانونية حددها القانون هاجل الإنسان لازم يكون على باله بها لأنه بعديد من المواطنين مع على بالها من شاء الله قبل أن نتقلوا إلى نقطة أخرى ونشيروا لها نستقبلوا مكالمة هاتفية ونقولوا وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام وطيب الكلام تفضل الله رانا في الاستماع الله يدير بردك أخي شكرا فضل هل عندك تجربة مع تاجر في هذه النقطة تحديدا حكي لنا لا أنا دعم مشتري ولكني نشوف التجار الأغلبية لا في شانج مكيش لا في شانج مكيش هذا سريقة نيشان هذا في طريق تائي دعم صح هذا ما جبك ما ديش لا في شانج ديش لبري دعم ما رك باغيت فيها فيها دعم هاكو هاك طيب هل نعم حكي لنا كيفاش تتعامل تايا ولا كيفاش تتصرف في حال ما تروح إلى التاجر وما تلقاش الأسعار وكيفاش يكون رد فعل التاجر أيضا دعم ما يدير مجيك تريد تقتل لذيك تحشم على الأرواحة تريد تقول لش حال هادي هو يبدأ كما نقوله حنا بالأمية يبدأ يتباقل عليك صح فاهم شغل يتباقل عليك يبدأ هو نرممه هو يكون الخدامت يا ايانا يا ونتع الاخر هو يبدأ يتباقل ويبدأ يخيلك وتقول له أعطيني من هادي لا يفرض عليك به بهي بيئة كما نقوله هادي والغش راح غش دير حالة هنا عدنا في مغنية هنا يا راح الغش هنا دير حالة الناس تكون نورمال سرقة أيناني ديرك واه شكرا لك وهذه شهادة حية منك كمواطن جزائري أكيد مشاهدين الكرام راح نستقبلوا مكالماتكم الأخرى باش تحكونا على تجاربكم في الحياة فقط سؤال قبل ما نختم معاك هل كان على بالك بلي أنه عندكم الحق أنكم تطالبوا بالأسعار ولا لا لا هل كان على بالك بلي عندكم الحق في أنكم تطالبوا ولا المستهلك يعني يقدر يطالب بأنه يشوف الأسعار محطوطة على المنتجات أنا على بالي عندي فاميتي كان يخدم كونترولية في تيارت وكان المشكلة هذا تألي فري هذا وطلقوا مشاكل مع التجار وحاوصوا حتى وين ضربوهم ضربوا المراقبين ضربوهم لا بل الله في شاش هذا وعلى بالي بالك في 15 عام دير الدولة هذا القوانين الأسعار ولكن لحياة لمن تنادي على بالي بهنا يعني القوانين واضحة وصريحة فيما يخص هذا الموضوع شكرا للك على هذا التدخل المباشر في برنامجنا اليومي الصباح سيد أحمد سمعت شهادة حية من مواطن جزائر اشتكا من هذا المشكل نعم نشكر الأخ الكريم وتحية إلى أهلنا وعائلاتنا في ولاية سمغنية والمتحدث الكريم والمستهلك الكريم الذي يعني بمشاركته عفوا ومساهمته في هذا الاتصال يعبر عن ثقافته في تقدير تجربة مستهلك ومن جهة أخرى للتأكيد على حق المستهلك الآن نقول أختلف مع المتصل الكريم في آخر جملة قالها أنه لا حياة لمن تنادي لا اليوم نحن نتكلم عن أن المستهلك هو قوة في الحلقة في العملية التجارية ولا في الحلقة التجارية ككل ويجب عليه أن يفرض رأيه بما أعطاه القانون من التزامات وحقوق الآن هذا هو التزام من جهة على عدق التاجر لكنه أيضا حق للمستهلك من جهة أخرى أو الوجه الآخر للعملة لذلك يعني هي الشق الثاني من المداخلة الذي بدأنا فيها يوسف وهو أنه كل من يرى من المستهلكين بأن التاجر لا يقوم بعرض الأسعار يجب التوجه مباشرة إلى مديرية التجارة المختصة إقليمية أو مفتشياتها عبر التراب الوطني حسب الاقتصاص الإقليمي أو كذلك أبواب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مفتوحة على مصرعها كما نقول لاستقبال شكاوى المستهلكين واستفساراتهم وحتى طلباتهم ونصائحنا وإرشاداتنا دائما موجهة إلى المستهلك في أي مجال وخاصة فيما تعلق بعرض الأسعار جميل جدا قلت أنه هو حق المستهلك ونحن ندافع عن حقوق المستهلك المستهلك يومنا سمحني فقط نقاطك باش نقول للمواطن أقرب نقول أنه هذه الانتهاكات وهذه الخروقات خليني نقول لا راهي مش فقط في المواد الاستهلاكية حتى يعني الأكل القصدي ولكن حتى خليني نقول حتى في اللبسة في الخضرة وين طروح وين طروح تلقى هذا الشيء حتى أنه تعدى ذلك إلى ما يطلق بالخدمة في حد ذاته جميل يلا نستقبل مكالمة هاتفية أخرى ونقول له ألو صباح الأنوار ألو صباح النور عليكم صباح النور مش كون معنا ومنين هاك أم مريم من ورقلة يلا تحية ليك وكل ناس ورقلة اللي رايتشوفينه صباحة اليوم ماذا بينا تشاركينا بتجربتك في هذا الموضوع عنه في الاستماع شكرا أن يزيد فضلك الأخ مرحبا بيكم ألو في الموضوع هذا حبيبي مبتراي ماذا بينا فقط ترفعي صوتك شوية برك باش نسمعوكم إليه والمواطن أيضا والمشاهد يسمعك إن شاء الله قلت لك في موضوع هذا كين تجار يديروا الأسعار منظر موش تاني كيني يديروا الأسعار صح يلا نعم من جانب آخر فقط على حق المواطن نعم لو كانت فهدو في النك هدو لي ما يديروش للأخ صحيح ما يدخي وقع ثم ما لو كانت رخوا هنايا معنا هم نعم لو تروحوا تشكو ولا تقدموا شكوى قصدك نعم لو كانت ديروا شكوى أنت شكونا لو كانت ديروا الشكوى أكي ده هو سؤالك أنت شكونا شكو نعم باش نوزع ما يديروا من التري وقع هذا هو السؤال طيب هل انتي وقعت في إشكال من قبل فيما يخص هذا الموضوع نعم هل وقع لك إشكال فيما يخص عرض الأسعاب يقولي إشكال هككا منها راح تستيغات يكتبو بقع بعد الأسعار يكتبوها اللي هي مثال هطا وقع الأسعار اللي كونو غالية وقع ما يكتبو هالك شوكت راح تخلص وقع طاق هذا ما صارت لوحد لكا هزيتا برودي هكا من مستيبات تاري ما دام ماجام هزيتي اسم آبليجيت ادائه لأنه خرج تيكي هدك وقيته رجعو ليقبلوش صح أوكي جميل جدا طيب قايف الاستماع راح تسمعي الى كل ما راح يقدمه لك سيد احمد جميل راح يجاوبك على سؤالك ابقاي فقط في الاستماع نشكر المواطنة الكريمة والمستهلكة على هذا السؤال كما قلت انه يعبر دائما سؤال قيم حقيقة نعم يعبر دائما وابدا عن ثقافة المستهلك في البحث عن المعلومة وهو حق من حقوق المستهلك ايضا ثمانية المقررة دوليا ووطنيا عندما تكلم بالتحديد على سؤال المواطنة الكريمة وهو قد تكلم وين نقدر نشكي لما نروح ونشكوله وين نقدر نشكي كما قلت واسلفنا بالبداية نعود ونذكره معلش هذه الجملة الاخيرة انه التوجه مباشرة الى مديرية تجارة او مفاتيشية تجارة نحن نعلم ان في كل ولاية هناك مديرية تجارة وحسب المقاطعات الادارية او حسب الولايات هناك مفاتيشيات تجارة التوجه مباشرة الى مفاتيشية تجارة او الى مديرية تجارة الولائية يقدروا توصلوا معكم نعم هذا من جهة لماذا نحن نبدأ بهذا الحل لانه القنوات الرسمية هي مديرية تجارة لكن ايضا دورنا كجمعية رائدة في مجال حماية المستهك والاولى وطنيا نحن ابوابنا دائما وابدا مفتوحة للمستهلكين كيف يتم التواصل مع المنظمة الجزائرية لحماية واسد المستهك ومحيطه من خلال عبر موقعها عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر وانستغرام وايضا عبر موقع الرسمي للمنظمة الجزائرية حماية واسد المستهك ومحيطه ولا ننسى كذلك الرقم القصير المنظمة 3311 احنا نذكرهم بهم بعد بعد من استقبلوا هذا المكالمة الهاتفية نعم نعم نقولوا ألو صباح الأنوار ألو ألو وي صباح خير صباح الأنوار شكوين معنا ومنين كنزام برج البحري يلا تحية لكو كل ناس برج البحري اللي رام يشوفوا فينا حكينا تجربتك فيما يخص موضوع عرض الأسعار نعم خياستموعي فيما يجر عرض الأسعار احنا قدنا هنا برج البحري كاريتا نعم الأسعار وما في المواد غدائية مش في زعمة غير في الخودر والفواكه نها ثم ما كاش ما يحطوا لكش نها والغاداء ما نحضروا شعلي للأسف الشديد يلا حكينا تجربتك هل تعرفت ربما لمضايقات لو لما طلبت من البائع أو التاجر أنه يحط الأسعار نعم بيانسور ينفع مش غير ينفع شاك فا كل ما نروح سيخطوا مواد غدائية شاك فا ندلوا لهم ما كنقول لخويا بخي آي يقول لها نسيتها ديامة نحطوهم صافيا واني دوك في تلت شهر بأشهر كل ما نروح نقضي عنده كيف كيف لازم يا فاحنا كل ما طروح تقضي لازم تروح لعنده اللاكس يشوف لك البري في الميكرو باش يقول لك شحال باش تشوف أسكت ديها ولا لا وهذا إزعج ليه وليكم نعم هو يام تساعد لاش كيف انت حط في لغيان تاعك لتخي علي حتى نجي عندكم وقعد نسنبج ديلي تشوف لي السوما في الميكرو شحال حطوا الأسعار لا لا صح نعم يلا صافيك وعلى أسعار الغالاء ما نهضرش عليهم يلا شكرا لليك هذا موضوع آخر راح نفتحوه مرة أخرى باش نفتحو كل المجال أيضا باش تشاركونا في هذا الموضوع شكرا لليك على المشاركة ولكن قبل ما نختم معك فقط نحب نعرف أسكو شكيتي من قبل ولا لا لا شكيتي نو ما نعرفوش من نشكو يلا اليوم راكم عرفتو وين تشكو نطلب منكم ومن كل المشاهدين اللي يشوف حاجة غير عادلة يتواصل معاهم بارك الله فيك فيك بارك شكرا على المشاركة وشكرا على هذا الشهادة الحية من مواطنة جزائرية ومستهلكة نعم بطبيعة نحن الآن هذا هو هدفنا يوسف ننطلق من آخر جملة قالتها المستهلك الكريم اللي نوجهو لها التحية أنه ما نعرفوش وين نشكو لا لا اليوم نحن هذا هو الهدف من هذه الحصة ومن هذه الفقرة أنه نوأ المستهلك نحطوه للطريق الصحيح ونخلوه مستهلك واعي ويقض بحقوقه وأيضا واجباتي هذا هو الهدف تعنا هو التوعوي ومن وعندنا نحن نتكلم عن عرض الأسعار قلت بأنه التزام على عاتق المستهلك على عاتق عفوا التاجر المتعامل الاقتصادي أو المتدخل في العملية التجارية وواجب عفوا وهو حق أيضا للمستهلك جميل نقطة أخرى أشارت لها المتصلة وهو أنه البائع لما تروح له ويخرج لك ربما يعطيك تيكي أو تذكارات تعشيرة يقول لك ما نقدرش نردها يحتم لك أنه تشريها بهذاك السعر اللي كان غير موجود في هذه الحالة كيفاش نصرفه نعم بطبيعة الحال حق المستهلك بما أنه السعر غير معروض أولا هو مخالفة لالتزام قانوني يرتب جزاء على التاجر هذا من جهة ومن جهة أخرى يحق المستهلك إذا خرجنا عن موضوع اليوم هو عد الأسعار من حق المستهلك إرجاع أي سلعة أو خدمة خلال فترة معينة كنا قد طرقنا في حصص سابقة إلى الضمان وهذا الأمر يدخل في فترة الضمان وفي فترة استرداد المنتوج أو إرجاع المنتوج إلى المتعامل نفتحو موضوع آخر في حلقة أخر نعم بطبيعة الحال لكنه بمأنه اليوم طرقنا إليه وأيضا حق للمستهلك والتزام على التاجر أن يقوم بإرجاء هذا السعر ولا يمكن قبول بأي حال من الأحوال خاصة أنه يكون غير عارض للسعر نعم ولا يمكن بأي حال النقطة أخرى أشارت إليها المتصلات عبر برج البحري واللي قالت أنه أنه في كل مرة تروح تسقسي على السعر والكواشف اللي يلقوها في بعض المحلات كواشف على السعر لا تشتغل ولما تروح تشتري ولا تعي هي من ذهاب والإياب إلى الرفوف السلاء والخدمات إلى هيا هو يكون لا تجيبها لما تروح تقول له يقولها لها مش افتيهاش في الكاشف والكاشف لا يشتغل هنا نرجع يوسف إلى ما بدأنا ويزيد الشنف عليها من فوق نزيدها هذه بين قوسين لأنه حقيقة هذه صح نرجع إلى حتى كما نقول نحن بالعامية يتشنف عليها ولا يتخلق لكن مش يقول تجار باش نكونوا واضحين نهضروا على فئة معينة هذا ما سوف أنطلق به باش ميزعفوش من التجار لما يشوفوا فيه هذا ما سوف أنطلق به بأن نحن اليوم رسالتنا إلى إخواننا تجار بدأنا بهذه العبارة للقول بأن لا نعمم نقول لفئة معينة لمن تعمد ذلك من جهة ولمن لا يعلم بأنه التزام على عاتقه من جهة أخرى بالعودة إلى الموضوع قلت يوسف أنه في البداية قلنا أنه التزام قانوني هذا الأمر مفرغ منه لكنه التزام أخلاقي وحضاري لماذا؟ لأنه يعبر عن ثقافة وحضارة مجتمع نحن رأنا في عام 2024 نصره طورت نصره دحقت إلى مستويات متقدمة من العمل التجاري وكان بعض الطجار ما زالهم يحبوا وأقلق العمل التجاري الآن هو كما قالت المستهلكة الكريمة بطبيعة الحال عندما نقول عندما نأتي بسلعة من الرفوف إلى صندوق دفع الثمن هذا المسافة وهذا التعب للمستهلك وكذلك بين قوسين دي نجمو لصاحب المحل هذا كامل علش علش ننديه في هذا الشيء هذا أمر غير مقبول لذلك وجب على التاج لتعبيره عن فهمه للعمل التجاري لأن التجارة هي فن وأخلاق من قبل أن تكون ممارسة مربحة وذات عوائد مالية هي أخلاق تعبر عن حضارة وثقافة المجتمع لذلك هذا أمر مهم جدا أن نقوم بعض الأسعار لتخفيف العبئ على كيس كما نقول هنا يولى صندوق دفع ثمن المنتجات ومن جهة أخرى يعبر عن ثقافة وحضارة التاجر أو المحل التجاري يلا من هذا المنبر نقول لكل التجار اللي لم يشوفوا فينا صبيحة اليوم اللي ما زل المحلوش لمحلت ديكم ماذا بكم تكونوا تجار حضاريين وتحطوا اليوم بداية من الآن تحطوا الأسعار على المنتجات هكذا باش يكون تصرف حضاري ويكون أيضا ثقة بينكم وبين المشتري والمواطن نرجع إلى نقطة أخرى نحن طرقوا لها ولازم نطرقوا لها وهي بعض الأسعار لتلقاها محطوطة في الرفوف في المحلات التجارية خاصة الكبرى لما تروح تلقى سعر معين كي ترفض المنتج على أساس أنه هذا السعر يقول لك لا هذا السعر تعمل منتوج آخر نعم هنا يعني إذا كانت السعر هو لذلك المنتج ويتحجج التاجر بأن هذا السعر لمنتوج آخر هنا القانون يقول بأنه وجب على البائع أن يقبل بذلك السعر لأنه التزم بعرضه على رفوف المحلات التجارية وهو أمر مفروغ منه على سواء المستوى الوطني أو حتى على المستوى الدولي عندما تقوم بشراء سلع يعرض عليها سعر معين عندما نقول مثلا سعر 200 دينار أو 300 دينار عندما تذهب إلى الصندوق نقطي مثال كي تصل المعلومة للمستالك عندما تذهب إلى الصندوق تجدها بمبلغ أكبر من ذلك المعروض وجب على التاجر أن يبيعها بالسعر المعروض وهو يتحمل مسؤولي ذلك ثم يريد بعد ذلك تغيير السعر إلى سعرها الحقيقي يفعل ما يريد وما يشاء لكن وجب عليه أن يبيعها في هذه الحالة بالسعر المعروض وهو ما جاء به نصوص القانونية في قانون حماية المستيق وكذلك قانون المتعلق بالممارسات التجارية 50402 وهو أيضا التزام أخلاقي للتاجر ولكن لما تروح تهدر اسمحني فقط لما تروح تهدر مع البائع أو يقول لك الكودبار الموجود على السلعة أو العلبة يقول لك يقول هكذا أنا ما نقدرش نبيعه لك بهذا السعر يقول لك هو حطه فرف خطأ شكون يتحمل المسؤولية تحمل المسؤولية بطبيعة الحالة التاجر يعني عندما نقول بأن تيكيت أو لا في شاج لبخي ليراهو على السلعة هذه يحمل اسم السلعة بذلك السعر وهو في طبيعة الحال كما يقول التاجر بأنه ليس سعرها بل أصبح هناك خطأ فهو يتحمل هذا الخطأ بما أن الخطأ مرتكب من طرف التاجر فهو يتحمل نتائجه ووجب أن يبيعه بذلك السعر لأن المستقع عندما أراد وعبر عن نيته في اقتناء ذلك المنتوج أو تلك الخدمة أرادها بذلك السعر لذلك قام باقتنائها لذلك وجب على التاجر أن يقبل بهذه العملية تجارية لأنه التزم بعرض السعر المعلنان جميل كنقطة فقط إضافية على هذا الموضوع بعض المحلات يقول لك أبارتير ولا بداية من هذا السعر لما تروح أنت على أساس أنه هذا المنتوج بهذا السعر يقول لك لا لا مشي هذا المنتوج هل يعتبر تحيين؟ نعم بطبيعة الحال لأنه لا يوجد بالقانون ما يسمى ببداية من ولا أبارتير دو كذا هذا الأمر يعني ممنوع قانونا ومحظوظ قانونا لأن السعر سعر محدد لا يمكن أن يكون بداية من إلى وهذا أمر غير مقبول لطبيعة الحال وأيضا يرتب مخالفة على عاطق التاجر جميل جدا يلا لن توجهه ولنوجهه رسالة لهذا المشاهد الكريم نقول له أنه في حال ما أخذت منتوج من رف فيه سعر مش نفس السعر أو سعر خطأ أو بحجة أنه نفس المكان ونفس الرف فالأكيد أنه المواطن عنده الحق أنه يرد المنتوج والأكيد أنه المواطن عنده الحق أنه ما ياخذش المنتوج للقاه بسعر آخر هذا حقك بلا ما يحتم لك السعر وليحتم لك المنتوج بحجة أنه المنتوج موجود في الرف الخطأ هذه رسالة واضحة وصريحة بطبيعة الحال يعني وهكذا رسالة أيضا نعيد ونكرر بأنها لإخوانينا التجار هو التزام قانوني نعم لبعيد الابتعاد وعدم الوصول إلى المخالفة القانونية المترتبة على عدم القيام بهذا الالتزام وأيضا هو رسالة للمستهلك نحن كمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه نوجه هذه الرسالة من جانب أخلاقي ومن جانب ميهني وكدورنا بالحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية المستهلكين أنه وجب أن يطالب المستهلك بحقه في عرض السعر لأنه التزام بالإعلام وهو التزام مقرر قانونا على عاتق التاجر وعندما لا يقوم التاجر بعرض هذه الأسعار واجب على المستهلك أن يقوم بتقديم الشك وضد هذا الأمر نحن الآن الكثير من الأمور يعني يجب أن نركز على هذه النقطة يوسف أن الكثير من الأمور نستهزئ بها ونقول يعني القوسين بالعامية وش رح يديره لكن هذه الأمور لديها عواقب وخيمة طبعا بطبيعة الحال لديها أفاة سلبية في المستقبل نحن نؤسس إلى جيل واعي ويقض بثقافة استهلاكية واعية ويقض إذا كي يجب علينا أن نبدأ من أنفسنا وأبنائنا وإخواننا وأحياننا جميل جدا أنا واحد من الناس والتي ننتخذ كل الإجراءات والتي ننتخذ كل المعلومات التي تقولها أنها من فقرة المستهلك ستدقني من اللي بدت في هذه الفقرة وأنا نأخذ حوالة جد إيجابية في حياتي اليومية وليت نمشي معهم بطريقة قانونية وبسيطة وش رأيك أحمد نأخذ أخر مكلمة هاتفية خاصة أنه يمتفاعل كبير على هذه الفقرة خاصة لهم المواطن ولا الموضوع يكون من المجتمع كل الناس حبت تحكينا حكايتها ونقول صباح الأنوار باش نسمعوا هذه التجربة صباح الأنوار صباح الأنوار شكون معنا ومني صباح الأنوار معاك أخت أم يوسع علم عبد المعز من وادسوف يلا تحية ليكو كل الناس وادسوف وناس الجنوب الجزائري ماذا بنا تحكينا تجربتك في هذا الموضوع رانا في الاستماع يلا والله عندنا نقطع في مخصف التجار عندنا احنا في المعنى مثلا نقولوا هنا الحوانيت كي يسمعوا نقولوا هنا الكونترول جاي كل معنا يغلقوا كامل نهار كامل ما مفكرين مهي ما نقدش حتى حتى كي نحن مش نقضى ولا نسوق هذا موضوع كبير موضوع آخر لازم نحكو عليه مرة أخرى ما ليش وعدك ثاني كي تروح تشري مثلا ولا كذا حتى ما عليك حاجة معناها تعود ما ليش مليحة يقول لك ما عايش نعرض ردها آها سفة الغلا ولا برخ ستديها بسفة لك وانت كنت تعرف السعر تاحها من قبل ولا لا 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 مدنوناش على السعر لا اصلا نحطوش السعر وهذا هو موضوع جميل طيب في هذه الحالة كيفاش كنتي تتصرفين تيا قبل ما تشوفي هذا الفقراء يبدو أنه راحت المكالمة للأسف الشديد ما زالها مكالمة يلا راكي تسمعي فينا الأخت للأسف الشديد انقطعت المكالمة ولكن انشغالك وصل ووضح قتلك يبيع لك المادة ولا يعطيك المادة حتى لو كانت المادة فاسدة ولا غير صالحة ولا ما تحبهش ولا ما تعجبكش ما يحبش يردها لك هذه نقطة ومن جانب آخر أفارت موضوع آخر اللي هنفتحوه مرة أخرى اللي هو أنه لكونترول لما يسمعوا بليرامجيين يغلقوا المحلات هذا موضوع راح نفصله فيه أكتر وأكتر لأنه موضوع حقيقة موجود في الواقع نعم إذا كان موضوع نعم هو موضوع فقرة أخرى لكننا بطبيعة الحال لن نخرج عن ما يسمى بثقافة المستهلك أو ثقافة العمل التجاري ككل الآن عندما نتكلم على عدم قبولية عدم قبول التاجر لإرجاء السلعة أيضا هو أيضا موضوع آخر كنا قد تكلمنا عليه في حصص سابقة لكن لا لا ضير أننا نرجع ونتكلم عليه أكيد في حصص قادمة إن شاء الله وأن نشير إليه اليوم بمعنى المستهلك الكريمة قد وجهت هذا السؤال وهذا الشكوى ضد هذا السلوك الغير نزيه والغير موضوعي من طرف التاجر قلت بأن عدم قبول التاجر بإرجاء السلعة هو بحد ذاته أيضا إخلال بالتزام قانوني آخر أقرغ المستهلك يدخل ما يسمى بمفهوم الضمان ومسألة الضمان والنظام القانوني للضمان وهو وجب على التاجر أن يقوم بإرجاع السلعة ضمن شروط معينة وفي آجال معينة كذلك تختلف باختلاف نوعية المنتوج بحد ذاته لكن الآن نحن نتكلم عن حادثة جد مهمة وهو في نفس المكان في نفس المحل التجاري يقوم المستهلك بشراء منتوج معين أمام التاجر ولا يقبل بإرجاعه فهذا بحد ذاته أمر غير أخلاقي للأسف الشديد نحن نتكلم عن فئة معينة ممن قد أطفأوا ضمائرهم ولم يريدوا أن يكونوا بمستوى أخلاقي معين من العمل التجاري من بين النقاط التي أحب أن نختم بها هذا الحديث الجميل وهذا الموضوع الأكثر من رائع وليهم المواطن الجزائري هي نقطة ربما خليني نقولها بالعامية قل لك هذا البروتويت خل في سيستام لما يعطيك المنتوج تشيري يعطيك المنتوج يحطه في لاكاس ويقول لك ما نقدرش نردولي أنه تخل في السيستام هذه يعني حجة وهي كيفاش نقدر نتصرف وهل كين تصرف نقدر نردوله هل نقدر هل في القانون موجودة هذه الكلمة بطبيعة الحال يقدر يرشع علمائي أولا من جانب تقني رغم أننا بعيدين لكننا يعني الثقافة والعالم أصبح قرية صغيرة يمكننا البحث فيه بأمر بسيط جدا يعني في لدى المختصين ويمكن المختصين يجابونا ما كاش حاجة أسمها تخل في السيستام وما كاش كيفاش نردوله الآن الأنظمة أنظمة البيع الأجهزة الحواسب الآلية الموجودة في محلات تجارية والتي تقوم بمعاينة وكما نقول نحن سكان للمنتوج الكودابات للمنتوج يمكن إعادة مسحها مباشرة وهو أمر نشاهده في المحلات تجارية لماذا تقوم به المحلات تجارية بعض المحلات تجارية ومحلات تجارية تتحجج بأنه دخل في السيستام وما يقضيش الناحية فهذه حجة كما قلت وحطيت الوصف الدقيق لها وهو حجة حجة عفوا وهي غير موجودة هي فقط يعني لإلزام المستهلك بأن هذا المنتوج أصبح لك ولا يمكن إرجعه هذا من حيث حجة التاجر لكن أيضا من جانب قانوني يمكن وهو واجب أو فلسا ممكن هو واجب على التاجر أن يقوم بإرجاع السلاء هو التزام قانوني قلع عاتقه يعني هو عندما تكلمت بأن موضوع الضمان يشمل عديد من المسائل من بينها حق المستهلك بإرجاع السلعة مباشرة طبعا هذا إذا أخذها إلى المنزل ولم يستعملها قلت بأن هناك شروط معينة يطول الحديث في هذا الأمر لكن نحن نتكلم على عين المكان عين المكان نتكلم على سلعة أمام عين التاجر فهذا أمر حجة واهية لا يمكن أخذها بعين الاعتبار هو أيضا قلت أنها تعبر عن عمل غير أخلاقي من طرف بعض التجار ووجب على المستهلك أن يكون واعيا يقيدا بأن لا يقبل هذه السلوكات وأن يتوجهها بدائما وأبدا بتقديم شك ورشمية ضد هذه المنتوج شكرا لك سيد أحمد على كل هذا التفاصيل وعلى كل المعلومات والتوجيهات التي قدمتها للمواطن الكريم نقول أيضا رسالة لكم هذا المواطن ونقول أيضا للتاجر خاصة تجار المعنيين بهذا الموضوع نقول موضوعنا لنهار اليوم في طب الأسنان هو زراعة الأسنان نقدروا تفعلوا معنا عبر الهاتف باش نستقبلوا أيضا اتصالاتكم من الإنسان اللي عنده مشكل الأسنان اللي حبي يزرع الأسنان اللي ما زرعش الأسنان واللي يزرعوا اللي عنده مشكلة أيضا مدامين تشاركونا في البرنامج تفعلوا معنا ونخذوا من تجاربكم النصيحة والتجربة يلا نرجعوا إلى الدكتورة اللي حاضرة معنا أميرة صرور ربيض مرحبا بك ميئا جديد في الستوديو نحكو على زراعة الأسنان خاصة أنه اليوم نقول أنه أميرة وفية للبرنامج والمشاهدين شكرا لالتزامك معنا في هذا الفقرة بداية زراعة الأسنان وشنو هي زراعة الأسنان ببسطة؟ زراعة الأسنان بطريقة جيدة مبسطة هي أنه نحوض الأسنان اللي فقدناها ولا على وشك أنه نفقدوها بعبارة عن تدعيمات من تيتانيوم مع ديكورون بحدة مواد نقدرون استعملوها جميل طيب التيتانيوم هذا اللي رأوا يحكوا عليه كل الناس ما عندوش أخطار ما عندوش أثار جانبية أكيد لا إحنا لازم نعرفه كما في مختلف مجالات الطب أي حاجة يحطوها في جسم الإنسان يقومون بعد التجارب أسكو فيها نسبة من سموم أسكو فيها خطر على المدى الطويل وداروا بعد التجارب وأثبتوه بالتيتانيوم ما عندوش مشاكل اللي تقدر تأثار على الصحة تعل فم ولا صحبة الإنسان بشكل عام جميل قبل ما نروحه إلى المواد المستعملة في زراعة الأسنان نروحه إلى الدواعي لتخلينا نروحه إلى زراعة الأسنان باختصار وقتش نروحه نزرع الأسنان وقتش نروحه نزرع الأسنان أول حاجة كيعد عندي سنتي بزي فمكسرة ولازم تتنحها كي قولك بالأسنان ما كانش حل لازم نحيوها كيعد للراستحة كامل ما تشوش الدرسة هذيك نقدرو نحيوها ونحط في بلاستها أم بلندان تغ وكذلك يعد عندي فراغات بزاف في الأسنان فقط أسنان عندي مدة طويلة ولي بزاف ناس ما يعرفوش بلي حتى يكون عندك بزاف مني مني حيت سنتي كتقول عظم ما كانش والبلاصة هي هابطة بزاف نقدرو نديرو تحاليل اللي تتبت باللي نقدرو نديرو لك لازم بلندان تار جميل كي داس ربي سامحهم إن شاء الله مسوسة شوية فقط السنة ديالو ولكن هو يروح يطلب بنفسه من طبيب الأسنان أنه يزرع له الأسنان كطبيبة أسنان نوش تنصحي هذي ناس وش تقولينهم حنا لازم نعرفو كطبيب ولا طبيب أسنان بصفة خاصة أو عامة احنا المزامين أنه لا نديرو شترر للإنسان لازم يجينا مريدي قوليني نحلي سنة لان نشوف باللي راح نقدر ندريتها بثيانس ولا إن سيانس في دقيقة نكملها أنا بنسبة ليا كوني يجيني واحد هكاك ما راح نرفض أنه نقوم بحاجة كما هذي لأنه نحن نعرفو الخلع وقلع الأسنان هو يعني آخر يعني حاجة ولأخر علاج نقدر نفقدو الأمل تماما في الدرس وأكيد قبل أن نخلعو نديرو القلعة الأسنان نعطيوك عدة علاجات التي نفضل أنك تبدأها جزء من القلعة لا تخليش روحك حتى يفوتو عام عامين ثلاثة ونتولين في مشاكل أكبر ويطول العلاج ومدات وأكيد تأكلوا فرحة تزيد طيب هل هناك أنواع لزراعة الأسنان أكيد أنواع لحساب ما لديك الفراغات وحساب الحالة والأمراض الصحية التي لديك ونحن يجب أن نعرف أي درس يمكن تعويضه بالزرع لا يوجد أي درس تقول لك من قدام ويبان ومع لبالي ما لديك نمر يد بالك تعال لورا ما لدي ما ندير به أي درس و أي مكان فارغ نقدروا نعوضه الأنواع قادر يكون التركيبات متعددة يعني واحد يجي ما عنده شنه كامل نقدرون نديروله بخطاز أمبلونطو بغتي اللي هي تكون كيمة هديك الدائمة اللي ديروها تنحى وتركب ميراكبة بلزامبلون يعني ما تنحيهاش يعني واللي عندك فوم طبيعي كأيد إنسان آخر وشكل كمتناسق واللون قادر حتى ناخده نفس اللون تالأسنان القديمة تجيبنا صورة قديمة ولا يكون عندنا مازال درس ناخدوه كغيفغنس ونديرولك تركيبة دائمة لما تنحيش وتعيش بها طبيعي جميل جدا يلا نروحوا إلى المواد المستعملة في زراعة الأسنان وشنه هي المواد التي تستعملوها هم على حساب المركب ولا حساب المصنع اللي نشوفهم يلا قبل ما نخوضوا في هذا الموضوع شفايا على الإجابة فقط أميرة نروحوا إلى نستقبلوا المكلمة هاتفية باش ما نطولوش على المشاهدين الأوفياء البرنامج وقلوا هذا صباح الخير ألو 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 أرىنا في الاستماع من المتصدين ألو تفعلوا معنا يبدو أن المكلمة انقطعت أو الصوت غير موجود للأسف الشديد أعودوا أي طول ألو ألو يلا ما فيش مكلمة المكلمة انقطعت فيه خلال في المكلمة نرجع إلى الموضوع تعنا في انتظار استقبال مكلمات أخرى وهو المواد المستعملة في زراعة الأسنان اسم الجدر هذا اللي نعود به الجدر اللي يكون تحتل التام مصنوع ميت تانيوم أما التركيبة اللي من فوق هذيك تختلف قدر الزيركون كان بزاف اللي لحسب البجريت شحال عندك حتى تكلف هذا العلاج الكلية وكذلك لحسب الحالة وليحنا نفضل الزيركون لكن الفم هي الأكبر وتحسوا بلي سوليد كثير من المواد الأخرى هو الأفضل حاليا في السوق وكذلك سنرحوا بزاف على حسب البجريت كما قلنا ميزيخون هو المنصوح به من طرف الأطباء الأسنان لأنه يعني سوليد بزاف وكي تحطو ما يتغيرش ما يتقطرش بزاف بالحموضة في فم الإنسان ما يغيرش من لون تاعه حتى من تنظيف تاعه يكون مليح سهل وجميل جميل نستقبلوا مكالمة هاتفية وقلوا أهلو صباح الأنوار أهلو صباح النور صباح النور شكون معنا ومنين أهلو أم إفواء أم من الولايات قلمة يلا تحية لك وكل ناس قلمة اللي رام يشوفوا فينا الصباح حتى اليوم تخضلي بسؤالك دكتورة رحي في الاستماع آه سألي أنه بنتي نحات سنة وهي صغيرة يسر في عمرتي سنين نحات ضرور اه وكي نحات ضرور تحت هذه الضرور الثانية وثالثة آه الثانية ثانية نحوها الثانية الثالثة تحتها على سبعة سنين آه من بعد يكي كبرت شوية شوية جايين ضرور ستحها بدون ينطرقين على بعضهم كي عاوضت مثل هالطانوراني قالوا لذي ضرور ها راملت ستحها بس صحي اللي تفاص ما كان شبه ستخرج ثانية لستطاة صغيرة ومطرق على بعضها الضرور لم يجدون برثات المعين يخرجون إبداعوا لذي ضرور تدري لها أوفرستان لذي ضرور تقرأ من دعو تحملها 26 و20 ضرور 26 و20 سنة ايه ايه وبعد ما نحملها سنحاول نظر عليها ثمين سيئة ضرور لما هي تتطور نايم من وراك بعد تعال بيت هادو مولا لانا لديك ثانية جيدة ايه 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 انا بليش انا اسكن غامر ونحللها الفتاة وماليها ضرور عاوض اضرور ولا غير نخلاها من على بليش جامل اميرة عنك سؤال طبيب اميرة طبيب يقولني لي يخلاها حسب الآلم ومبعد يخف طبيب اخر يقول لي نحيل عاوض اضر لها ضرور مجدد خطرة تحت تحت وعندها غير ضرور 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 منها هذا مكان جامل وهي اكيد اول حاجة نسخصيها لك ما حال في عمرها الطفل دركها 26 26 سنة ومازل لحد الآن الضرور لا تخلقوش او لديهم مشكل في المساحة عندهم مشكل في المساحة هما تدركها طانوراميكرا وفي الفتاة جيدة والاسنان هذو اللي عندهم مشكل في الفك العلوي او سفلي سفلي اوكي اوكي جميل شكرا 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 سمعت سؤال واضح فضلي بالإجابة لأسف الحالة هذه كان لازم تدخلتها حيكون في أقرب وقت يعني كي كانت صغيرة ومازل كاين كاين نمول نحن كما حكينا في فترة فقرام فقرات انه نقدر نطر على النمو الفكين قبل ما يكون نصل لمرحلة نمول كاملة تعلق الفك ونديروا اتساع فيه يعني نخلقوا مساحة بلما رحوا للحلول الجراحية والأسف للحلول الجراحية قادرة تروح كيتكبر كما يتقل في مرأة 26 سنة واللي لازم ندخله جراحيا باش نصحوه هذا المشاكل حتى لو التأثير تعلق التوسيع الفك ما رحش يكون واغلبية توسيع رح يكون في فك العلوي ويتبعوا بداي دي زاباغا ينسعملوا سما أنا أكيد مشتش الحالة بنفسي ونصحها أن تروح للطبيب مختص في التقويم ومختص في الجراحة كذلك ورح يعملوا مع بعضاهم ويختاروا لها خطة علاج يعطيوها خطة علاج اللي حتكون أكيد مو في ذلك ومسحيل الطبيب الأسنان هي يعطيك العلاج تعالي ولا يعطيك الأوبسيون باش تروح تدير الزرع ومرحش يكون يلا كسؤالي يهم المواطنين الجزائريين على الأسعار هل الأسعار زراعة الأسنان غالية ولا لا؟ بكل صراحة باش نكون واضحين بها المواطن الأسف الشديد غالين غالين وكين ناخدوا احنا راتب اليومي ولا الدخل اليومي للمواطن الجزائري حيكون بنسبة كبيرة غالية قادر يبدأ من 7-8 ملايين يروح لـ 15 حتى العشرة لسن الواحد لسن الواحد الأسف الشديد لأنه باش نعرفوا الحجم تاع واحد حابي يعود سنيه كام راح تاخد له أم بيجي كبير اللي نقدر نقوله 80% حتى 30% من الجزائريين ما حاش يقدر يروح يديرها على هذه دي ما احنا تكاد أطباء الأسلام وقولهم ما خليش تخليش ورحكم حتى تفقدوا الأسلام جميل كلام صح واضح ودقيق نستقبلوا مكالمة هاتفية أخرى ونقوله ألو صباح الأنوار ألو 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 صباح الخير صباح الأنوار شكون معانا ومنين؟ ناوري دعم الحراش تحية ليكو كل ناس الحراش تفضلي رانا في الاستماع الدكتورة راهي تسمع فيك فضلي بسؤالك خويح بيتنسق سيها على ترسة العقل أسبوك تنتقبل لك حاشك لازم تنحيها ولا لا لا خاتش راح تلب ضيبة ترالي بخو بلان فيها تقبط لي حاشك قاكلي لازم تتنحها ما تتعاودش تتخدم جميل عندي فضلي عندها سؤال دكتورة من فضلك؟ نعم سن الدرس العقل هذا عندك الذي جاوره من تحته أو لم يكن؟ نعم كان من قدامه نعم لم يكن من قدامه ولي تحته من أنفاس فيه درس العقل مقابل له نعم 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 هو يوجعك سبب لك ألم؟ نعم سبب لي ألم كثيرا وتمسخت لي نعم نعم شكرا شكرا ما هو الدرس الذي قدامه؟ مركب نعم دائرة فيه تركيب مركب خدام درس العقل نعم حسنا نعم 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 يجب أن نأكله أكل طاري ويحتش بزاف نمضغه فهو يروح راهو بزاف ينقارد هاد السن وأكيد كي يعد يسبب لك ألم سواء الدرس العقل ولا درس آخر لي يقدر يسبب لك ألم كيمارا يتقول وينتفق ويديلك لابسه وما كانش حل أنه تخدمه نروحو للقلع كنتيجة أخيرة وحنا درس العقل يعني ما نشوفه مش بالأهمية الكبيرة اللي نحاولو ندير له ماكسيموم عليهم غيرا علاش تخصيتها لكان عندها اللي مقابل لي لازم نعرفه باللي خاصني لكي مقابل نروحوا ديركت القلع لأنه راح يسبب لك مشاكل يهبط ولتاتعك تمرد فإحنا كنشوفه فيها بلي أهمية يعني هي صحة المريض وأنه ما يبقاش عنده ألم إلا ما كانش فيه طريقة أنه نعالجوا العصب بتاعه أكيد نروحوا للقلع لكن طبيب الأسنان صحاب القلع فنظن أنه الحالة تحت استدعي القلع نرجع إلى الأسعار اللي كنا نهضروا فيها مقبل الاتصال إلى النوعية تحديدا هل بالنسبة للنوعية والأسعار الناس اللي دير زراعة رخيصة فيهم هل صحية هل تفسد مع الوقت هل تروح ولا ما تروحش أنا كخبرة المتواضعة كنت نحكي على الزرع الأسنان نشوف بالليل التكنيك هي المهمة أكيد حنا لش نقول لك الأرواح الأسعار هي تستراوح من سبعة إلى خمساش مليون هو المصنع المصنع اللي تعالى الألمان تعالى عشين كما نعرفوا الحساب السوق الحساب العملة وكل خطارك تفش تبدل ولا كالكاليتي؟ كالكاليتي أكيد كنا نروحوا المتواضع الألمان قابلوا نتحدث مع المخدم في الألمان أكيد الكاليتي المخدم في الألمان أحسن بصح ما يمنعش أنه تعالى عشين قادر ينجح لك لازم نحطها في رأسنا ما يمنعش أنه كندير واحد تعالى عشين وجيك رخيص ما تقول بلي منع العامين ثلاثة رح يتنحني لا لا إلا مخدم بطريقة صحية ومخدم بطريقة تاع أنه أنت كل يوم رك تنتوي بطريقة كما نصحك بها وتوح لي كنترول تاعك ما يمنعش أبدا أنه رح يكون عندك تركيبة جميل هكا باش نكون مع المواطن عجيب المواطن خليني ها ده إكزاكتب نستقبل بكلمة أو لآخر مكلمة هاتفية صبيحة اليوم ونقول آلو 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 صباح الخير صباح النور صباح الأنوار شكون معنا ومني صحية لك الأخت صحية لطيفة كريمة فضل علي الاستماع الأخت أه الأخت عندي سؤال بك للدكتوراه أكي ينصح بالغسل الأسنان لتعتراج أسكر الصحي والله ماشي الصحي غاكل واحد وشي يقول يالله جميل صحة وفي حات مريدة كان إفيكاس شحل المدة ما بين الشراء ما بين السياس الأولى والثري جميل جدا تقف الاستماع على جوابك هدر على تنظيف الأسنان قال لك هل هو صحي ولا لا لا تنظيف العميق للأسنان هدر على 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 أميق للأسنان هدر على تنظيف العمل هدر على تنظيف العمل هذه الفكرة التي تركيبها للزرع أميرشا وأميرشا وأكيد أول حاجة هي النظافة الشخصية العناية العناية تاعك والنظافة الشخصية والتي دائما نقوله بل لازم لابغس وفيل دونتر مع بعضها يالله سؤال جاني على مواقع تواصل اجتماعي فيما يخص هذا الموضوع سائل تقول لك بل أنا زرعتها عندي سنوات ولكن بديت نلاحظ زرقة على اللثة في هذا الحالوين والمشكلة في السن ولا في اللثة مريضة؟ أكيد في اللثة وللثة علش مرضة نحن لازم نعرفه باللسن مدام مزروع ما كانش في حياة يعني ما يمرش الزرعتاعك يعد سن مزروع يعني ما فيش أعصاب يعني ما عندوش مشاكل يلا صراوا يصراوا بالأنسجة المحيطة به هذا اللون الأزرق يكون مي بلاك أنت ما كيش توصلوا لبقايا الأكلي تكون تحت اللثة وتحت الزن مزروع السن مزروع فعلا هذي تسبب لك في اللون هذا وهذا اللون يلتج من الانتهاب لازم ترجعي كنترول للتونتس لخدم لك الزرع هذا لازم نعرفه أصلاً أي طبيب أسنان يعطي ولا يدير الزرع يعطي على مدى طويل مرة في العام مرة في العامين مرتين في العام لحسب الحالة تعال المريض يعطي لك دي كنترول غيجوليي تروح لهم أشاك فوا باش نضمنوا منوصوش الحالة تعزرقة اللثة وما يصراش مشاكل تؤدينا أنه يكون خالي الفلسطابيليتي تاع الامبلونت جميل في هذا الحالة أيضاً المواد المستعملة المستعملة عفواً تحديداً في هذا النقطة هل تأثر على اللثة ولا لا لا أكيد لا كيما كيما تيتانيوم ميقترش على داخل العدم هل عنده علاقة بطبيعة اللثة لأنه كينا الناس عندهم لثة حساسة خلين يقول أكيد عندها طبيعة إحنا إي حاجات إحنا كي نجيبو للمبلونت تعنا وش نديرو نحاولو نديرو له موحيد كيما كي كان الجدر تعنا الطابعي يعني راح يكون في داخل اللوز تعنا ولا نخلقو له دي فيبر أغتيفيسيال اللي من بعده يشدونا هاداك التيتانيوم إحنا طبيعة اللثة تلعب دور كبير إحنا كأطيب أسناء نقيمو طبيعة اللثة النوعها صحة تاحا قبل ما نديرو هادا المبلونت كذلك نقومو تاني طبيعة العدم تاعك واللي بهذه نوصلو النتيجة تعناك وش من طريقة ناخدوها في العلاج تاعك أسكو صحي صلح لك كيميرا نقولو وكين حالات لي ما صلح لهمش بسبب اللثة تحب لتكون هابطة بزاف والله تكون مريضة بزاف يعني يلازم تريتي والساعة لتا ناخدو وقت معانا مع العلاج تحق لتاخد عام قادر تاخد عامين حسب الشخص المشكل الكبير تعوين واصل ومن بعدها نروحوا العلاج طيب كأخر سؤال فقط وابا اختصار العمر اللي يقدرون بداو فيه بزراعة الأسنان كيكون عندنا الأسنان دائمة كامل ما يكونش في تبديل الأسنان وتغير الأسنان يعني حتى المراقيين 17-18 سنان قدرون لهم الزرع كل إنسان على حساب هو نقدرون نقوله 13-14-15 سنة يكونوا عندنا الأسنان الدائمة تعنا كامل في الفم بصح كأننا نشوفوا حالات اللي ما يبدلوش الأسنان تعهم حتى العمر الكبير بصح ما يكونوا يقود عندنا الأسنان دائمة كامل ويكون عندنا الصحة الفموية كاملة مليحة لتنا صحية نقدرون نروحوا للسرعة يلا نروحوا إلى الشقة الثانية من الموضوع الآن وصلنا للأسنان نهضروا عليه وهي الأخطاء الشائعة إن كان من المواطن ولا من بعض الأطباء وما عندنا الشك في أطبائنا الجزائريين وقدراتهم ولكن صار بعض الأخطاء وشنهما أبرز الأخطاء ولا أهم الأخطاء الشائعة اللي تؤدي إلى زراعة فشي لولا فشل زراعة الأسنان كي نقوله من عند ما عند نبدو من عند الباسيون هو ما يصار حكش بتاريخ المراضي التاعه كامل كي نبالزاف عباد ما يجيش قولك أنا مريض بالسكر وسكر يلعب تدور كبير في صحة تعلية تتعنا سمنا ما نناخدوش الإجراءات اللازمة كذلك نشوفو إحنا لأنه الزرع يصرع على مرحلتين مرحش يصرع ديرك نحط لك لا كورون نحطوه سعى الجدر نفتحوه نحطوه الجدر ونخليوه مدة تحتال ثلاث شهور ونعاود باش يكون نشتم ليح بلاستو في العدم متاعنا وبعدا نعاود ونفتحوه هادا كوين ندرنا ونركبوه لك لا كورون نغمال كين عباد في هاداك الوقت يديرو دي كيفاش يستعملو لبغوصات انتحم كيفاش يياكلو هادو حواش كامل قادر نقطرونا على الفترة هديك وما كاش فغيموه أخطاء كبيرة را يتصرع في الزراعة منطرف الأطباء لأنه هي عملية جد باسطة بالصح الأساس تحييك من فلا تيكنيك يعني كيتعود عندك تيكنيك مليحة وخاصة هي وش تدير قبل ما تبدأ العلاج وقبل ما تحت لام بلو يعني يكون عندك اللي غادي وتاعك كامل باينين تحسب لك الكول اسكو كتافة العدم لأنه كتافة العدم هي تلعب دور كبير كتار من لتا إلا كان القيناة المالية تعنا ما عندوش كتافة ملائمة لازم نعرفوه باللي نقوله الناس بلي تقدروا تديروا الزراع للعضم إلا اللي تتاعك عندها مشكل نقدروا نديركم الزراع لللد يعني ما كانش يعني حلول توصل واحد يقولك أنا يا جربت كل شي لكن جربنا كل شي نقدروا نوصل للنتيجة لازم نعرفوها يعني في الحالات غير تاع إنسان در لا غاديو لا لا شيميو وإن الزراع يعني ما نقدروش نديروه لأنه العضم تعوي بحدداته ما يستقبلش لا الزراع لا إنه تحط فيه حاجة لداخل يكون هاش جدا يعني قدمت خيله هسما هادو لوين قادر يصرى المشكل في الامبلون يكون في كمش نقوله رفض رفض وهو حاجة طبيعية إنه الإنسان مصمم إنه جسم الإنسان مصمم إنه يرفض جسم خارجي عليه يعني الزراع رح لشك رح يكون لتمك يرفض جسمك وفمك يرفض هذيك الزراع بطريقة كاملة هنا الله غالبا كانش لا غالبا نقدرون نديروه لنقدرون نجئول لعدة تركيبات أخرى وعلاجات أخرى يلا باش ما نهملوش أيضا للرسائل اللي توصلنا على موقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض الأسئلة اللي وصلتنا باش نجاوبوا على كل المواطنين السائلة تقول لك هل السنة المركبة تتسوس ولا لا 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 السنة المركبة ميتة ما تتسوس إحنا لازم نعرفه باللي قادرة الدرسات اللي حداها اللي منا بصحية ما تتسوس إحنا الدرسات تعنا الأخطار اللي صاروا لدرسات المركبين الأسنى المركبين هو أنه يكون فيه التتعب تمرد ولي ماشي ستابل اللي بريج تعنا ولا لامبلون تعنا ولا لكورون تعنات ولي ماشي ستابل ويصار لها دي كولوراسين على حسب انتيرا كيتاك ولي بس تشربي بزاف القهوة كتشور في بزاف اللوتين جستمو هذا السؤال أيضا كنت تخليه للدوكالي أنه أثار انتباهي قاتلك سائلات تقول هل تتأثر الأسنان المركبة بمختلف المأكلات اللي ناكلوها بشكل يومي خاصة القهوة الشاي وأيضا المشربات الغازية أكيد كل حاجة فيه يعني اللون تحخص من الأسنان ناخدهم باللون أبيض أي حاجة راح تتأثر باللون التأثر تحيكون أقل من الأسنان العادية ولكن لازم تنطفوها بعناية أكبر من الأسنان العادية لأن الأسنان العادية تعنا يلعب عليها دور اللعاب ما زالها حية عندها الأليت المنعتها وحدها فحنا نديروا عناية كبيرة للأسنان المركبة كتر من الأسنان الأخرين خاصة نطفوها بالخير بشم يدخلوش بيناتهم والالتهاب تعاليتها يأثرتني على اللون كما تعود تشوف أنت اللون تحلتها تكون أحمراء بزاف وللون تحزرق يعطي أحد الغفل على السنة هذيك لتبينها بلأكل أختها بدلاء على الأسنان الأخرى جميل جداً طيب مختلف أيضاً التصرفات الخاطئة اللي يقوم بهم المواطن هي اللي تؤدي ربما إلى رفض السنة وليس صير فيها مشاكل مش دايماً أنه يحصلوا في المواد المستعملة أو الأسعار اللي خيروا بها السنة أليس كذلك؟ أغلبها يعني تعود العناية بالفهم تاعك بشكل عام وأكيد كما نعود نرجع لك هي تاريخ المراضية تاعك لازم تكون صارح جداً صارح مع الطبيب لأنه في الآخر ستكون عملية جراحية لازم نشوفها بهذا الموضع كما لا تكذب على طبيب التخطير لا تكذب على طبيب الأسنان تاعك طيب هل الأسنان المزروعة عندها مدة حياة أو لا؟ المصنع يقول لك عندها مدة حياة وخمسة عشر سنة وهذه كاملة تختار في الحساب المصنع كما كنا نحكي من قبل يوسف سما تعالى شين قادر يعطيك عشر سنين قادر تعالى للمانيا يعطيك خمسة عشر سنة على هذه اختلاف تعالى نحسب المواد المستعملة نحسب المخدمة بهم طريقة الخدم العملي أنه كان هذوك يجيو شكل تحمها كالاولوبي كان طريقة الجدر هذك فاش يكون مصنوع وشكل تاعه بدلا من مصنع إلى آخر وعلى هذه راح تبدلنا الانتغراصيون تحفل في الفلوس تعنا سما بالصح نشوفوا ديكا ونطولوا معهم بزاف كما قدنا لأنه كان عباد فريكي يحطوا حاجة ويخسروا درهم عليهم يقيموها ويحطوا عبالهم عليها هنا كي تروح لي كنترول تاني مع طبيب الأسنان طبيب الأسنان يقدر يشوف لكان كان حاجة بدأت تتسرى كي يشوف بلي حاجة كانت تبدأ لكان الأجونسي في تعكيد ريتيها لكان يعطيك ديميديكام هم تشربهم سما نقدروا نتفادوا أنه تنحيهم من على عشر سنين ولا خمس سنين ولا أكثر يلا من بين مواد المستعملة ومواد التنظيف المستعملة للأسنان المركبة هل هناك أنواع المواد المستعملة للتنظيف ممنوعة ولا هو مسموح كله مثل الغسول ولا ربما باند بوش ولا معجين الأسنانان بيكربوناتو العديد من المواضيع والأشياء اللي يقوم بها المواطن للأسف الشديد مع أنه دائما ما نقوم بحملات تحسيسية ونهضره على الممنوعات من هذه الأشياء ولكن للأسف الشديد كعقلية مواطن جزائري ما زالوا يستعملها إلى غاية اليوم باش نكونوا واضحين ونكونوا من الناس قراب هل هناك أنواع ممنوعة للاستعمالها للأسنان المركبة ولا لا نحن نعمل الأسنان المركبة كالأسنان العادية يعني إذا استعمل دونتيفري ستعك هذا كالصنع الجزائري المحلي اللي ما عندوش مشغالي بززاف استعملوا الأسنان المركبة ستعملوا الأسنان المركبة ستعملوا في الدونتاغم مع البوصة دونتاغم نحن نقول الفم ننصحوش أنه استعملوه تستعمل اليومي لأنه رح يلعب دور معاك سنت تعاون في الدونتاغم دوك رح ترشيها كي تبقى استعمل فيه يومين و أغلب الأوقات نعطيهم منذ خمس أيام لعدة حالة باينة ويعطيها لكطبيب الأسنان تحاول أنه تخدم بيه مرة في السمانة حاول أنه تستعملوا لكطبيب الأسنان نحيل كل نوع الإسفارات الأسنان هذا ما نصحش به لأنه ضررتهم رح يكون بزاف كبيرة على السن وعلى التاتا عنا يعني استعمل دونتاغم عادي و لا نعاود نكرر إلى ما نقيتوش دونتاغم بروسي و بالماء و مهم استعملوا فرشات الأسنان و تخلصوا على البقاية الأكل الموجودة بين الأسنان و بعدها رح لفيل دونتاغم تدخل من الأسنان و تقدر استعملها بطريقة جد يعني ما كان حتى خطر طيب بالنسبة للناس نقيم فهمها أو لا بأمور حديدية أو أمور غير محبدة أكيد لا أكيد لا ما ندخلوا حتى جسم حاد يعني ما تشوش غير في سنك شوف التاتا عكرة تولي مفتوحة و منفض للبكتيريا لأنه راح تدخل لبكتيريا اللي تؤدي إلى ساعات إحنا نشوفنا واحد اللاعب تعل كورتسيلا أمريكي اللي توفى الأسف بسبب انتقال العدوى من أسنانه إلى الدم و صار له أنا غريك أغطيك يعني حبس قلبه بسبب أنه كان عنده بلاسا مفتوحة و فات البكتيريا من سنتعه إلى الدم إلى الضغر الدموية يلا نروحوا إلى فئة الأطفال تحديدا كان بعض الأطفال اللي طاحوا السن ديالهم مش اللبني السن العادي تأحم في عشر سنوات أو لأسباب مختلفة ربما طاع أو غيرها في هذا الحال نقدرون ديروا عملية زرع الأسنان للأطفال ولا لا لا يحتاني يكبروا نقدرون ديروا لهم عملية الزرع وما كانش مشكل مدام كان سن دأم هو اللي طاح ومدام صحة عمليحة واللتة عمليحة والكتافة العمليحة ديروا ليزان آناليس كامل ليغاديو ليلازم ونمروا للزرع وما كان حتى مشكل عند الأطفال لأنه لبعض الأباء وعندهم فهم أنه الفم الطفل يكبروا طفل ما زال يكبروا أسنانه أيضا راح يتكبر فيتغير ولا استطاعوا تتغير أيضا فيقول لك بللي السنة تبقى صغيرة ولا ما توليش تتماشى مع الفم ديالو لا أكيد لا لكن مثلا طاحت له هنا وبشكل جمالي أطفال لازم تلقى لها محل نتاكي طاحت تدير له تركيبة على البغيج ولا تدير له كورون وحدها ووش راح يختلف أنك تدير له الزرع لأنه الزرع هو عبارة بغض النظر عندك جدر ولا لا نقدرون نعوضه لك السن يعني كاين إنسان عنده سنته مطاحت كومبلي وفيها طرف هديك نقدرون نديره لعبادة تشكيل ونورمال ما نروحوش للزرع تحكي طاح كومبلي وقلعناها ولا طاحت كامل وما كان شحل الخلاف وسن دائم طفل صغير واش تديره وتخليها كاك؟ ما يجيش نقولي ولازم نطاييو الزوش سنين باش نحطوه سن واحد لا لا نفضله إنه نرجع للزرع وشكل تاع السن ناخده شكل سن مقابله للإحداه كغيفيرونس باش نعرفه الحجم تاعه واللون تاعه وانتماشه مع الباقي تاع الفون تاعه مش مشكل كامل شكرا لك أميرة صرور لبيض على كل المعلومات المقدمة صبيحة اليوم فيما يخص هذا الموضوع اللي حقيقة نرانا نواكبو الحداثة ونواكبو العصران ونواكبو التطور أيضا الطبي اللي أيضا الجزائر هي رائدة فيه مؤخرا وشكرا لكل أطباء الجزائريين وعناش شك في قدرتكم عيشك باركنزيد تفصيل صغير إنه إنسان اللي حاب يدير لاباقي دونتاغ مقتش يديرها هو حتى الزرع لأنه راح يساهم في التحرك تاع الجدر هذيك لكن لك حاب تدير نتختمو أخدو دونتك ديرو ومبعدا نفوتو للزرع جميل معلومة مهمة جدا جدا بالنسبة للناس شكرا لك مرة أخرى وشكرا أيضا لكل أطباء برنامج نوار إذن شكرا لك مرة أخرى على قبول دعوة البرنامج موضوعنا لنهار اليوم راح نحكو فيه هو موضوع مهم جدا ويخص العائلات الجزائرية والناس اللي تحب النباتات حبيت نحكي اليوم على موضوع الاهتمام بالنباتات وخاصة الأسمدة الطبيعية اللي تحتاجها النبتة صحيح صباح الخير نباتات في فصل الشتاء لنسحقش التسميد هذه أهم نقطة يلا أهم نقطة التسميد ما شايف في وقت الشتاء خطر نبتة في فصل الشتاء ما تكونش عندها هذيك الطاقة وليزورمون باش تنمو وتكبر صحيح التسميد يكون في مرحلة منطقة وقت النمو ووقت النمو اللي يكون في الربع في الخريفة وين تكون النسغ الكامل تحيكون اكتف يعني تحيح في حيوية تكون عندها الحيوية فشتاء لا لا بصحح داخل نباتات الداخلية اللي عنده الجو ملائم اللي عنده درجة الحرارة في داره وموفر لها الضو وموفر لها قاع الظروف يقدر يدير تسميد بصحة على حساب النبتة وكل نبتة حال تحتاج يلا جميل جدا أنه قلت أنه النباتات خاصة في هذا الفصل التحديدان في فصل الشتاء ما تحتاج إلى التسميد نروح إلى نقطة مهمة جدا وهي التسميد بطريقة تقليدية ولا الطريقة القديمة تعبكرية لخالية من الأسمدة الكيميائية خليني نقول هل نقدر نسمد نباتتنا بطريقة طبيعية تقليدية ولا لا لا لازم نلجأ إلى الأسمدة تقدر 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 هي شوف طبيعية نقول كيفش كانوا يديرو بكري أنا نشفى جداتي ويمة يخلطوا طراب مع الأسميدة طبيعية يخلطوا يديرو أن ميلونج يعودوا يجبدو غالي بلونت يعودوا لهم ليبو اللي مخصوصة تكبر لها تكبر لها وتخلط لها مع هدك الطراب لوزمو ودوك كاين أسميدة سائلة أسميدة سائلة إلا كانت لابلنت لا بس بيها يديرو هدك السائل يحله في الماء ويسقوا به أسهل كاين هكا كمام هكا كاين طبيعية كاين يديرو كاين بزاف لغسات أسميدة طبيعية قدروا يديروهم في الدار أعطنا بعض المواد اللي نقدروا نستعملهم في الدار باش الناس توفر عليها ربما مثلا كاين هدوك اللي يديرو القشورة على البان يديرو لمحكة كافي كاين هدوك يعاونوا حقيقة على نمو النبتة ولا لا لا يعاونوا يعاونوا بصح لازم يديروش بكثرة كاين يديرو لها الماء ويسقبوا هدك الماء اللي يديروها في صامحش كاين يديروها وصامحش توجو كاين اليلالا كاين دفوا زع ما لبلانت تمرض لك ولا يجيها لزانسكت ولا يديرو زع ما عشبه هكا يديرو لها ماسيغاسيون زع ما تبات في الماء يومين ولا نهار يبيتوها وبعد يسفيوا هدك الماء يرشوا به الأخر يروح لهدك إنسكت جميل هما طرق تقليدية باسطة تقدروا استفادوا منهم وحيال تقدروا تعاون بهم النباتة ديالكم في المنزل خاصة الناس لما تقدشت شريء المواد الأسميدة الغير الطبيعية هذه أفكار وحيال تقدروا استفادوا منها مما الأسميدة ماشي غاليين بزاف كما كان أم بيكا أم بيكا سيد غانيولي هي أم بيكا سيد الآن الآزوت فوسفور بوتاسيوم هادو ما سيد الزليمون ماجر هادو عناصر أساسية نحتاجهم أي نبتة أي نبتة بشتنمو كما إحنا الإنسان نحتاجه للبروتين الكاربويدرات ولليبيد هما يسحقوا الآن والبي والكا الآزوت باش يكبر الورق الورق باش ديبلوبمون فيجيتاتيف باش ينضو الورق باش تكون الوسمون الفوسفور باش ينضو الغاسين مليح يدبلوبوا الغاسين والبوتاسيوم البوتاسيوم تعليف خوي اللي فخوي باش يكبرو تعليزه خويتياتو يتسمى كاين عناصر كل ما ألس في الأسمي دا يعطي لك كاين كنس 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 ديس 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 كيما اللي بلانت دين تغير يقدروا ديس 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 سي نانغري أدي سيوميناسيوم لانت معانتها سيدي جرانيولي تحطهم يدوبوا بالعقل يدوبوا بالعقل كي تسقيب الماء راهو يطلقوا بالعقل هادوك مشي غالي يقدر يجيبوا بالميزان ويديرو هكا كالكو جرانيولي اختراف الشهر ولا مشي أيضا من بين العادات السيئة اللي يقوم بها المواطنة وهي ربما أنه ما يحافظش على الكمية المنصوح بها في الأسمي دا للنباتة ديالوه وبعد يقول لك ما براتش النبتة ولا ما كبرتش ليس بدلا من تحقيقا بصيدويان توكسيك إذا زادتنا بعد ذلكara إن اهزار sans المنصوح يجب علي اعلاجات ذلك لاعي philosophy بدلا يجب عليهم زيادة تمإضافها الحسام collective جما تقول لكم الكمية المحددات يستعملون يجب عليهم هذا البدء آخر جدهم ما يجب عليهم أمان صح لأن الناس يقوم بعقلية عين كميزان كي يجعون يتص Det, يبدو علي اочно ما يجعل تلك الأسفال يالله شكون هما النباتات اللي ما تحتش نهائيا الى الاسمدة والناس تشوفها ربما باللي تقدر تكبد في كل الظرف كين البلونت إيبيفيت النباتات اللي تحب الرطوبة لها هي البلوبا غراهم تعدر النباتات سيدي بلونت إيبيفيت هادو ما إيبيفيت كيفش يعيشو في الناترو يبصور في الميديتي ما مل جيفع الشجارة ولا يجيو اللي سقين فوق الأشجار يعيشو مع الأشجار كبيرة صافي يسحقوا هكا الماء برك يحبوا الضوء بكو في السلي بلونت هادو ما يحتاجوش بزاف اسمدة يالله نرجعو الى الماء لازم نذكروا بهذا المعلومات بزاف كل صباح تحط لها الماء تعمرها والطروح هل هذا الشيء صحي للنبتة ولا يقتلها لا لا يقتلها كامل اللي كليونت ع بلونت ميه كامل يقتلوا النباتات هكا اللي كليونت يجيو يشاريو عليها إن بلونت ومبعد يقولوا كيفش نعتني فيها ونقولهم هادو ما تحبش الماء بزاف حتى تعطوش بش تسقيها ونقولهم ديروا عفضوا ونديروا لها شكو ونبعد أبخي كالكو يجيو يقولوا لي ختيب صح ما تتلي وعليش سفاروا لها الورقة طلح نجيبها لي تقولي نعود نجيبها لك حييها لي كشغل نروح نصيبها الماء نصيبها مشمخة نباتات كي تسقيهم بزاف تشبع لهم الماء وش يصرى يصرى تحلل للجذور تحهم يتحلوا يتعفنوا كي تعفنوا الجذور تولي النبتة متقدرش طلاح علماء للأجزاء تحاف الفقانيين صافي وش يصرى لها تعفن ويبدوا يصفاروا الورق تولي ألسو بوختمال تولي ماشي مليحة يلا نرجعوا إلى أيضا المواد المستعملة وكتاش نقدروا وكتاش لازم علينا نسمدوا النبتة ديالنا مع أنه قلت في بداية الحديث أنه شتاء ما يحتاج من غير شتاء لا يحتاج بصح نباتات الداخلية يقدر يديرها كمية ضائلة إلا كان دير لها الضوكين درجة الحرارة داخل المنزل يقدر خطر هي الحرارة يلي تاكتيفي لغيكسون باش لابلونت تديفلوبا سما إلا عنده لانتغيق تاوز جو درجة الحرارة معتادة لتوالم النباتات يقدر يدير بصح طريقة يدير كمية ضائلة لشي كما في الربع يربع هو لمليح يدير فيه التسميد جميل جدا وكأن طريقة التسميد لازم يريسبكتيها يلا جميل جدا